هون عم نشوف صورتين صورة آدم الأول اللي سقط والبشرية سقطت معاه وهون منشوف آدم الأخير أو آدم الثاني بحسب وصف الكتاب اللي بيصنع خلاص لكل البشرية وهي اللي منسميها الكفارة لكن الفكر الأعمق اللي مرات صعب الواحد يستوعبه الخطيئة بالنسبة يعني خطيئة آدم وحواء لم تكن مفاجأة لله يعني الله مش يتفاجأ الجماعة أخطأ وخلينا الحالة أدبر لي يعني فكرة خلاص لما منيجي للعهد الجديد يقول الكتاب لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس وهذا الشيء المزهل العجيب دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم يعني منذ وجود الله عنده فكرة الفداء كيف ممكن نستوعبها بعقلنا البشري عقلنا البشري يقر أن الله لا يمكن أن يفاجأ يعلم الماضي والحاضر والمستقبل أنا لا أعلم إلا قليل من الماضي وجزء من الحاضر ولا أعلم شيئا عن المستقبل الله مش كده الله يعلم كل شيء وغير محدود بالزمن بتاعنا بالزبط وغير محدود بالزمن بقى جانب الجانب الآخر أن الله في محبته الكثيرة كان عاوز شيء أسمى من مجرد الجنة للبشر يعني ناس كثيرة تفتكر أنك لما تبقى كويس وترضي الله يرجعك في الجنة طب هو طردك ليه من الأول إذا كان ناوي يرجعك للجنة وبعدين طرد آدم عشان خطيئة واحدة طب أنا عملت مليون خطيئة يرجعني يبقى أيزا في حاجة غلط لكن الحقيقة أن الله عنده مشروع أعظم بما لا يقاس نشوفه في آخر الكتاب المقدس هو ذا مسكن الله مع الناس وكيف يساكن الله الخطاط وهو قدوس وكيف للخطاط أن يساكن الله وهم خطاط يعني أخذت المنافقين رعدة ارتعب في صهيون الخطاط من منا يسكن في نار أبدية من منا يسكن في وقائد أبدية ونار أكلة إذن لا الإنسان بخطايا يلذى له الوجود في حضرة الله ولا الله بقداسته يمكن أن يسمح للإنسان بخطايا أن يدخل إلى محضره الإجابة كان عند الله مشروع رائع عظيم أعلنه هذا الكتاب العظيم الذي نحترمه ونقدره لأنه بيجيب لنا قداسة الله حب الله عضل الله في انسجام رائع فيش حاجة بتشز ترجمة نانسي قنقر